موسيقى موسيقى المركز العاشر في المركز العاشر فيلم أرجنتينا 1985 هذا الفيلم مو كثير يتكلموا عنه مع انه من أفضل أفلام السنة بل متأكد انه فيه ناس كثير رح يختلفون معاي بتواجدوا بالمركز العاشر ناس كثير يشوفون انه هذا الفيلم يستحق مراكز متقدمة تصنيف هذا الفيلم جريمة ودراما ومبني على أحداث حقيقية وممكن مسألة انه مبني على أحداث حقيقية هي أكثر معلومة مرعبة بالنسبة لي السياسة الأرجنتينية بعيدة عن المنطقة وما حنعارفين وش قاعد يصير هناك وحتى لو شفت عنوان لوثائق يتكلم عن السياسة الأرجنتينية أو تاريخ الأرجنتين السياسي غالبا ما راح أهتم ولكن الأمر اللي يميز السينما انها تقدر تاخذ هذه الحقائق التاريخية واتخليها داخل سياق سينمائي قصة بحبكة الأمر اللي يشدني الأمر اللي يخليني بعد ما أخلص هذا الفيلم أروح أبحث وأروح أبحر بسياسة الأرجنتين فهذا الفيلم يتكلم عن مجموعة من المحامين اللي أخذوا على عاتقهم تبني قضية حساسة قضية صادمة قضية قوية الطرف الثاني فيها طرف مستبد قضية تتلخص بمحاكمة الدكتاتوريين العسكريين اللي عاشوا لفترة واللي تولوا زمام السلطة لفترة من الفترات في الأرجنتين هذا الفيلم متوفر على منصة أمزون برايم وأعتقد أنه راح يدخل سباق الأوسكار بقوة واحد من الأفلام الرهيبة واحد من الأفلام الممتعة في مشاهد كثير بهذا الفيلم راح تصدمك وراح تعطيك جرعة سينمائية عالية والأجمل والأكثر رعبة من هذا كله أنه الفيلم مبني على أحداث حقيقية كل حدث صادم راح تشوفه بهذا الفيلم تأكد أنه مبني على أحداث حقيقية في المركز العاشر فيلم ذامنيوم قبل لا ينزل هذا الفيلم ما كنت متوقع منه شي كبير صراحة لكن بطريقة عجيبة قدر أنه يخلط بين عدة أمور أنا أحبها فبرامج الطبخ وفيديوهات الطبخ وحتى أفلام الطبخ من أكثر المنتجات المرئية اللي أنا استهلكها صراحة أشوف قنوات طبخ أشوف برامج طبخ ماسترشيف شفته بكل نسخة ممكنة ماسترشيف أمريكا أستراليا إلى آخر مواسم كثيرة ولسنوات طويلة أي نسخة تقع يدي عليها أشوفهم وحتى أفلام الطبخ شفت الكثير من الأفلام اللي تتحدث عن موضوع الطبخ كموضوع أساسي يبنون علي الحبكة سواء كانت حبكة رومانسية درامية إلى خرع ففيلم ذا مينيو كان مثير للاهتمام بالنسبة لي لأنه جامع أكثر تصنيف أنا أحبه في طبخ نعم في ذا مينيو وفي جريمة وفي إثارة فكيف بتكون النتيجة صراحة لا تتوقع شيء استثنائي وخالق للعادة من هذا الفيلم ولكن لأن هذا الفيلم جمع أكثر من تصنيف أنا أحبه أكثر من أكثر من حاجة أنا تجذبني أهتم فيها أهتميت بالفيلم تابعت الفيلم واستمتعت فيه حبيت قصة الفيلم ومعانيها وحبيت الأحداث اللي صارت بهذا الفيلم وحبيت الرسالة اللي حاب أنه يوصلها لنا كمشاهدين فيلم بخلطة غريبة قدر أنه يثير فضولي لذلك هو موجود على القائمة في المركز الثامن فيلم تار الممثلة كيت قدمت في هذا الفيلم أداء لا يضاها يا جمعة أداء يخليها تضمن أوسكر أفضل ممثلة بدور رئيسي بلا منازع بلا أي منافس أداء جسدت فيه شخصية صفاتها كريهة ومقيتة مع ذلك خلتني أنا كمشاهد أتعاطف على الأقل وأتفهم شوي صفاتها وتصرفاتها فيلم تار فيلم درامي وموسيقي ويجسد حياة الموسيقية ليديا تار واللي بالمناسبة ما في شخص بهذا الاسم يعني الفيلم يقول لك أنه مبني على أحداث حقيقية ولكن لا يوجد بالحقيقة شخص اسمه ليديا تار أنا بعدما خلصت الفيلم رحت أبحث أبي أشوف مين هذا الإنسان هذا الإنسان كيف عايش بيننا بهذه الصفات فلما رحت بحث ما لقيت شخص بهذا الاسم ولما بحثت أكثر وجدت أنه فعلا ما في موسيقية اسمها ليديا تار فالفيلم زرع عندي فضول تجاه هذه الشخصية بشكل لا يصدق عموما هذا الفيلم رح يكون حاضر وبقوة في الأوسكار وعلى الأقل بنشوف كيت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة بدون رئيسي فيلم مركز السابع الفيلم الألماني أول كويت هذا الفيلم الألماني اللي نزل على نتفليكس رح يدخل سباق الأوسكار بكل قوة فيلم جسد الخوف والرهبة ومشاهد الحرب الدموية كما لم تجسد من قبل ما أبالغ لو أقول أني شعرت بهيبة ووحشية ساحات الحرب بهذا الفيلم كما لم أشعر بالأفلام السابقة وما في كلام كثير يصف هذا الفيلم إلا كلمة واحدة هذا الفيلم مخيف يا جماعة مو فيلم حربي تقليدي يعني ما راح تعيش نفس التجربة اللي عشتها مع فيلم فيوري أو سيفينج برايفت تراين أفلام رهيبة ولكن التجربة اللي راح تعيشها مع فيلم أول كويت تجربة مختلفة هذا الفيلم بتعيش معه لحظات الحرب المرعبة اللي تختلط فيها أحشاء الجنود تحت الدبابات الحربية في المركز السادس الفيلم الوثائقي ما هي المرأة أعتقد هذا الوثائقي هو الوثائق الوحيد اللي سويت عنه مراجعة في القناة لسبب بسيط أنه هذا الوثائقي جاء بوقت حساس جدا وقت سيطر فيها اليسار المتطرف على الإعلام بكل أشكاله وبث من خلال الإعلام كل أفكاره المسمومة وما ترك مجال للصوت الآخر أنه ينشر أفكاره أو يقول لا يا جماعة اللي قاعدين تسوونه غلط خمس سنوات أخيرة عشناها كان فيها صوت عالي للمطاربة بحقوق ما أنزل الله بها من سلطان حقوق للمثليين حقوق للمتحولين حقوق للاجندريين إنسان اليوم يجيني يقول أنا أذكر بكرة أنثى لبعده طاولة لبعده كرسي شيء مجنون فأتى هذا الوثائقي من اليمين المحافظ وأنا هنا ترى ماني مع اليمين ولاني مع اليسار كلهم فخار يكسر بعضه ولكن صوت اليمين هو صوت مضاد لليسار فأتى اليمين ليطرح هذا السؤال البسيط تعرف المرأة ما هي المرأة؟ سؤال امتد بهذا الوثائقي على مدار ساعة ونص ساعة ونص شفنا فيها المتعلم والجاهل الأكاديمي والمتخصص الذكر والأنثى والكل كان يتخبط أمام الإجابة على هذا السؤال وثائقي استحق المشاهدة بأقرب وقت ممكن فيلم مركز الخامس فيلم everything everywhere all at once لو كنت تشتكي من رتابة هوليوود مؤخرا وتكرار القصص وابتعاد هوليوود عن التجديد بالأفكار فهذا الفيلم مناسب لك فيلم بعيد عن الأبطال الخارقين وبعيد عن قصص الجريمة وبعيد عن كل القصص المكررة فيلم بقصة جديدة أصلية فيلم everything everywhere all at once يقدم مفهوم العوالم الموازية بشكل جديد وبسلوب سردي ساحر ورهيب ياخذك برحلة سريعة مع مجموعة كبيرة من الشخصيات ومؤامرة ضخمة عبر الأكوان الموازية فيلم فيه قصص كثيرة تطرح بنفس الوقت ومع ذلك كان قادر أنه يخليني أتابع معاه قصة بقصة بدون لا أفكد اهتمامي بالفيلم بشكل عام بدون لا أضيع وتشتت من كمية الطرح وكمية المعلومات اللي قاعد أشوفها قدامي فيلم فوضوي بشكل منتظم وممتع بشكل مجنون ومتأكد أنه هذه الرحلة الكل رح يستمتع فيها فيلم مركز الرابع فيلم هذا الفيلم من بطولة كولين فاريل ومارتن إغليسون ومن إخراج وكتابة المخرج المسرح الرهيب الممتع صراحة الساحر مارتن مكدونا واللي بالنسبة لي هذا المخرج قدم أفضل أفلام سنة 2017 كتب وأخرج فيلم ثري بالبوردز هذا الفيلم لو قلت لك قصته رح تقول إنه فيلم تافه ورح تستسخف القصة وما رح تشوف الفيلم وقصة هذا الفيلم كل بساطة عن اثنين أصدقاء يلقون نفسهم بموقف صعب لما واحد من الأصدقاء يقرر التخلي عن هذه الصداقة بدون سبب أو على الأقل بدون سبب واضح فيسحى الصديق الآخر لما عرفت السبب ليش يا آدمي تبت خليني مو بمنطقي الفيلم درامي وكوميدي كوميدي كوميديا سودة نتكلم كوميديا ساخرة ثقيل بحواراته وعميق بفلسفته صراحة وممتع بالطرح رح يخليك تعيش تفاصيل كثيرة عن هذا القرار قرار تخلي عن الصداقة حوارات عميقة وحوارات رهيبة وهذا الفيلم رح يدخل سباق الأوسكار على عدة أصعدة من بينها أفضل نص أما في المركز الثالث فيلم توب جون ماثريك توم كروز من أكثر الممثلين اللي ساهموا بتطور هوليوود من أكثر الممثلين حفاظا على استمراريتهم من أكثر الممثلين اللي تشعر أن عندهم شغف تجاه هذه المهنة نعم توم كروز ما حصل على الأوسكار على الرغم أنه ترشح ثلاث مرات لها ما حصل على الأوسكار ولكن طوال الثلاثين سنة باعتقادي ثلاثين سنة اللي لم تكن أكثر صراحة قدم أفلام خالدة أفلام رهيبة كل خمس سنوات رح تجد فيلم لهذا الممثل نتكلم عن توب جن الأول من عام ستة وثمانين فالرجل يملك استمرارية ما يبعند الليو صراحة استمرارية فضيعة وأنا أقصد الليو هنا ليو ميسي صراحة ما أقصد ليو نارد ديكابريو على فكرة يعني أتذكر من أيام توب جن الأول مرورا بأفيو قودمن وفالكاري وذي لاس ساموراي وغيرها من الأدوار الكثيرة اللي قدمها هذا الممثل أدوار رهيبة بعض هذه الأدوار فعلا خالدة فاستمرارية توم كروز وجماله صراحة يعني رجل تشوفه الآن وتشوفه قبل عشر سنوات وقبل عشرية سنة نفس الشكل أنا بديت تخيل أنه توم كروز ممكن يكون ذكاه صناعي صراحة مو بإنسان شيء مو بمنطق اللي قاعد يصير ففيلم توب جن مافريك جاء بعد سنوات طويلة من مشاهدتي للجزء الأول توب جن أنا ما شفت توب جن ستة وثمانين طبعا يعني أنا ما نولدت ستة وثمانين بس أني شفت توب جن يمكن قبل خمسة عشر سنة يمكن ما أدري صراحة بس جاء بعد هذه السنوات الطويلة أعاد لي نفس الشعور الغامر صراحة بتجربتي الأولى لتوب جن الأول وكان فيلم رهيب فيلم ممتع هذا الفيلم توب جن مصنوع للسينما أعاد الإنسان للسينما عاد البشر للسينما خلى الناس تثق مجددا بالسينما توب جن استثمار حقيقي بالسينما فيلم مركز الثاني فيلم تريانجل وفسادنس فيلم تريانجل وفسادنس من أفضل الأفلام اللي شفتها هذه السنة بل من أفضل الأفلام اللي شفتها على الإطلاق صراحة عارف أنه في ناس كثير شافوا هذا الفيلم وفي ناس كثير ما حبوا هذا الفيلم لعدة أسباب لعل أهم سبب هو النهاية نهاية الفيلم ما كانت واضحة للجميع مع ذلك شخصيا وجدت أنه النهاية تتسق مع سياق الفيلم العام بالعكس نهاية الفيلم تقوي من كل لحظة ومن كل منعطف مهم ومن كل قضية ناقشها هذا الفيلم هذا الفيلم يتكلم ويناقش عدة قضايا من بينها الأخذ والعطاء مركزية السلطة الطبقية الاجتماعية وغيرها من القضايا الأخرى ويطرح هذه المواضيع بقالب ساخر لأبعد درجة ومن خلال ثلاث فصول أساسية بهذا الفيلم نوع النكت اللي كان يقدمها هذا الفيلم مو الكل يقدر يضحكها ويتقبلها القضايا اللي يتكلم عنها هذا الفيلم مو كل الناس ممكن يفهمونها أو حتى لو فهموا هذا القضايا ممكن ما يقدرونها لذلك اختلفت الآراء تجد الناس يطبلون لهذا الفيلم مثل حالتي وناس ما عجبهم هذا الفيلم وأنا أتفهم صراحة الفصل الثاني هذا الفيلم خلاني أضحك بشكل هستيري نوع النكتة ونوع القضايا اللي نقشها بشكل ساخر كان شيء رائع من عالم ثاني صراحة بل أقدر أقول أنه هذا الفيلم من الأفلام اللي ممكن أشوفها مرة ثانية وثالثة ورابعة أما في المركز الأول وأفضل فيلم في سنة عشرين واثنين وعشرين بالنسبة لي كان فيلم فيلم مو فقط أفضل فيلم شفتوا هذه السنة بل من أفضل الأفلام اللي شفتها في حياتي سويت مراجعة تفصيلية عن هذا الفيلم تقدر تشوفها في حال كنت مهتم ولكن لو هذا الفيلم غير وجهة نظري تجاه أمر واحد لغيرها تجاه شخصية باتمان باتمان أفضل سوبر هيرو وهذه الحقيقة ما أقبل النقاش فيها أبدا شخصية مكتوبة بمنتهى التعقيد شخصية غير عن كل سوبر هيرو آخر لكن تتخيل أنه هذا الفيلم خلاني نشوف مقاطع كثير عن شخصية ذا باتمان خلاني نشوف مقاطع كثير عن فلسفة ذا باتمان وأقرأ كتب عن هذا الموضوع هذا الفيلم يسلط الضوء على باتمان مختلف مش زي أي باتمان شفناه باتمان البدايات باتمان الأفكار اللي لسه ما نضجت فيلم ممتع ياخذك برحلة ملحمية حول هذه الشخصية المثيرة الاهتمام وأنا مهتم أني أشوف ثلاثية عن هذا الباتمان تحديداً ولكن ودي أنه بالجزء الثاني نشوف فيلينز ثانين غير الجوكر جوكر شفناه بكل فيلم خصوصاً أنه ذا باتمان فيه فيلينز كثير في هذا العالم وهذه كانت قائمتي لأفضل عشر أفلام شفتها في سنة عشرين اثنين وعشرين أنا عارف أنه في أفلام كثير رهيبة نزلت في هذه السنة فهي موجودة عندي بالقائمة لذلك شاركنا قائمتك تحت بخانة التعليقات توب تن أفضل عشرة أو حتى أفضل خمس أفلام شفتها في هذه السنة لايك في حال أعجبك هذا المقطع اشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك وفعل جرس تنبيهات ويشرفني تابعني بمنصات تواصل الاجتماعي تويتر وسناب وإنستقرام وتويتش وتيك توك كان معكم مراكان أشوفكم المقطع الجاي سلام